موسيقى صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأحد 9 أيار 2021 ضيفي في هذه الحلقة المهندس هاري سفير السياسي المستقل صباح الخير أستاذ هاري أهلا وسهلا فيك صباح النور غادر جان إيف لودريان بيروت وبقي سر حضوره إلى لبنان غامضا ماذا فعل في زيارة اليومين ماذا طرح وماذا قدم أين الآلية التطبيقية للمبادرة الفرنسية المعطلة لماذا كانت زيارته فارغة فهل أتى ليشارك في دفن هذه المبادرة ويتقبل التعازي فيها ما هي الخيارات المفتوحة للتعامل مع هذه المرحلة وهل بدأت الاستعدادات لمرحلة ما بعد اعتذار الحريري وما هو شكل الحكومة الواجب تشكيلها بعد انتهاء المبادرة الفرنسية ومن هي الأسماء التي ستخلف الحريري ويجري التداول بها حاليا عملية رفع الدعم بشكل غير معلن بدأت أسعار اللحوم والدجاج حلقت بالأمس شركات النفط نقابة مستوردي الأجهزة الطبية وغيرهم رفعوا الصوت بالأمس فهل وصلنا إلى الخطوط الحمراء بما يتعلق بالاحتياط الإلزامية؟ أين أصبحت السيناريوهات الأربعة التي أرسلتها الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة لمناقشتها واختيار الحل الأنسب طبعا حول هذه المواضيع رح يدور البحث بينتنا استيز هانري وطبعا عن دور المصارف في لبنان ولكن خليني بالبداية بس نحكي ولو بالجزء الأول عن زيارة وزير خارجية فرنسا جانئيف لودريان إلى لبنان ماذا حملت هذه الزيارة؟ ولماذا كانت إذا بدنا نقول ما في إلى أهداف محددة كانت يعني البعض انتظر منها الكثير ولكن على ما يبدو أنه أتى ليدفن هذه المبادرة نهائيا برأيك أما لا؟ أولا نحن طبيعيا بين الدول كلها لفرنسا في لبنان دور خاص من حق اللبنانيين أنه يتأملوا من زيارة جانئيف لودريان وبعد اللقاء الحافل يلي عملوا للرئيس مكرون كنا منتظرين غير هيك إنما إجا الوزير خارجية فرنسا بوضع وجومه وتهديد فيه وعيد أكثر مما فيه غير شيء وقتها اعتبرت أنه كان علي أنه يقدم شيء للبنان صحيح تحت شروط أنا ما عم بقول يقدم لأنه بيخافوا أنه كثير من السياسيين اللبنانيين يصروا اللي بيتقدم لا تحت شروط وتحت إدارة من قبلهم يعني أو من قبل الجهات المانحة وكتبت له كتاب مفتوح أنه بتأمل أنك تقدر كذا لكن تحت شرط أن يأخذ المجلس النيابي القرارات الإصلاحية اللازمة زهب والتصريحه في عنده فرد شيء عمله جديد أنه اجتمع بالسياسيين المعارضين صحيح ممكن نسمع صوت صوت مختلف ما بعرف هلأ بذات الوقت بروتوكوليا ما فهمت كثير هالسياسي لأنه اجتمع بسيد دولة الرئيس سعد الحريري بدون ما يجتمع بحسان دياب مع أنه بروتوكوليا بعضه حسان دياب اليوم هو رئيس وزارة هلأ طبعا اجتمع بالرئيس بري واجتمع بالرئيس عون مع الرئيس بري يمكن كان الوضع أو الجو كان أمرح شوي من اجتماعه مع الرئيس عون حسب معلومات اللي وصلت لي كان يعني مع الرئيس عون كان فيه تجههم إذا بدنا نقول كان فيه يعني شو استياء كان فيه نبرة تحذيرية كيف توصف الاجتمع مع الرئيس عون كان فيه تلك إذا بدي أقول مع الرئيس عون كان فيه وجوم من قبل جان إيف لدريان وهذا الوجوم هو نوع من الوعيد وبعد ذلك تكلم أنه لديهم عقوبات صحيح تحدث عن هذه العقوبات نحن تلميس مدرسية الاستاذ بيقصصنا ساعة البدو للأسف لكن باجتماعه مع الرئيس ميشيل عون يعني بعد ما استمع إليه الرئيس ميشيل عون يبدو أنه انتقل إلى المرحلة الثانية وشكى الرئيس سعد الحريري لدريان وغسل يديه من هذه العرقلة التي يتحدثون عنها وشرح له مسار عدم تأليف هذه الحكومة والعرقيل أمام ولادتها ومنها أنه سفر الرئيس الحريري الدائم وغيابه وعدم تجاوبه مع الدعوات المستمرة التي توجهت إليه وأن يجب أن تراعي هذه التشكيلة الميثقية السياسية وأن تكون متوازنة يعني شفني أخذ خطوة وشكى الرئيس سعد الحريري في ايه ولا؟ لأنه بدك تتطلعي على الأمور بلبنان بعبادة الأصنام لأنه شعبنا بيعبد أصنام بيبقى معلق بزعيم ومتحلاح وكذا سنة بدون ما يعطي نتيجة هذا الزعيم أو بالأحرى هاو دي كلهم هدموا الهيكل على رؤوسنا فهل بهم يستعان لإعادة بناء الهيكل؟ ما بعتقد صح هذا سؤال دي يطرح دائما طبعا إنما السؤال اللي أكيد تشتكى منه حسب معلوماتي فخامة الرئيس إنه معتبر إنه رئيس سعد الحريري هو عم بيعطل الوزارة صحيح معتبر إنه عم بينفذ السياسي التي استعملها رشيد كرامي على أيام شهر الحلو كلف بالوزارة وضم تسعة شهر ما ألف وزارة حتى رضي عبد الناصر وصار اتفاق القاهرة فساعة تألف وزارة يبدو إنه كل تأليف وزارة لأنه اتفاق طائف مقلقل بذاته والدستور النابع من اتفاق طائف مقلقل صحي وفيه ثغرات وعمل إنه نحن عم نواجهها يعني طيب بس إنه وقت اللي بتوصل يكلف رئيس وزارة وما بيتفق مع رئيس جمهورية ما هو الحل البعض كانوا يعتبروا بذات الوقت البعض اعتبر إنه الحل بعنجر أو بالشام صح إنما عنجر والشام ما بقى لهن علاقة حاليا فإذن ما هو الحل هل الحل اليوم في باريس؟ هل اليوم عم يحكى أيضا أنه الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو إلى اجتماع للقادة اللبنانيين في باريس؟ هل برأيك اليوم ستكتمل عناصر هذا اللقاء أو هذا الاجتماع؟ هلأ ممكن طريقة طريقة رئيس سعد الحريري يروح من كل دولة لدولة لدولة كأنه عم بيفتش على عراب لتقليف الوزارة هلأ الرئيس ماكرون دعي عم بيدعي مين؟ ما بيقدر يدعي إلا من ذوي القرار وذوي القرار هن المشكلة بلبناني هن المشكلة فإذا عم ندور من دور ونرجع خش ما لازم ننسى شغلة الوقت اللغتية للرئيس رفيق الحريري إجا جاك شراك طي عزي صحيح وأول كلمة قالة بدنا نلجأ إلى محكمة دولية وكأنه لبنان مش قادر يحاكم هايك جريمة لبنان مش قادر ولجأنا إلى محكمة دولية ودفعنا ما دفعناه من المال إنما النتيجة شو؟ النتيجة ماذا؟ ولكن أيضاً في عندك أفريقاء سياسيين في الداخل اللبناني ما عم يأمنوا بقى إنه ممكن للقضاء اللبناني أن يحل عدة قضايا ونحن عم نشوف إنه في قضايا كثيرة تثار وتفتح ولكن ما منوصل لأي حقيقة معينة أليس من حقهم اليوم المطالبة بهذه المحاكمات رغم مثل ما حضرتك قلت إنه ما وصلنا لنتيجة بالمحكمة الدولية بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما كانت هالنتيجة المهمة شوفي ما في شك إنه في نوع من فراغ بالقضاء بس لكان في قضايا من مناحة في لبنان بيقدروا ينقون أنا بتمنى على الحاكمين إنه يفصلوا القضايا من مناح ويعطوهم سلطة أكتر مش عشوائية سلطة حقيقة وفعلية لأنه يجب أن يكون لدينا قضاء ما في شي بنعمل بدون قضاء صحيح هلأ مثلا بيحكوا عن التدقيق الجنائي نحن لو عنا قضايا مضبوط بدوان المحاسبة يجب أن يكون التدقيق الجنائي بدوان المحاسبة يوميا يوميا بكل الإدارات صحيح ليش ما أنه موجود هون السؤال هلأ في صغرات موجودة كتير بالإدارة اللبنانية كيف بدنا نصلحها ورشة كبيرة لكن رحلة الألف ميل بتبدأ بأول فشخة لاينا نبلش بشي وأنا باعتقادي أنه تنبلش بشي لازم نعيد لللبناني قدرة المبادرة لأنه اللبناني قدير جدا بالمبادرة ولازم نعيد له قدرة المبادرة إنما الوضع الحال هل تشوفوا اليوم قديش اللبناني قدر يرجع يستعيد هذه القدرة وأن يبادر اليوم يعني بس تأنهي زيارة لودريان تحدث مع المجتمع المدني ومع بعض الأحزاب المعارضة وحدد بمؤتمره أو بكلمته الأخيرة بأنه لا يجب ألمس بالتوقيت الدستورية يعني تحدث تحديدا عن الانتخابات النيابية ويجب أن تحصل في مواعيدها وعن خطورة المس بمواقيت الدستورية اليوم هل يعول على المعارضة اليوم لهذا التغيير أو للبدء بالتغيير؟ أولا وقت اللي بدي يغير وتصير الانتخابات بمواعيدها شغلة منيحة إنما لو بيعملوا قانون انتخابات جديدة يعني قانون الانتخابات بدك تلحق البسطات واللوايح وقصص مثل هايدي ليش ما بيعملوا مثل كل الدول الديموقراطية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا اللي هو لكل دائرة نايب لكل دائرة نايب ما فيه لوايح هلأ الأحزاب تقدر تأثر بكل الدوائر إنه بعتبر مثلا الرئيس بري بدل ما يعمل لايحة بجنوب بكل دائرة بجنوب قلو تأثيره قلو وجوده كحركة أمل غيره قلو وجوده كل القوات اللبنانية العونية كل واحد قلو وجوده بكل دائرة يعملوا دوائر فردية وبترشح عنا يعني من كل حزب شخص بترشح شخص أو شخصين أو عشرة مش هيدا الهم المهم إنه بتبطل البسطات واللوايح ولكن نحن يعني بقانون انتخابي جديد يعني واخدنا هذه الانتخابات الأخيرة على أساسه واليوم يمكن إذا بدنا نقول من المستحيل إنتاج قانون جديد رغم إنه في مسار بدأوا الرئيس نبيه بري لتغيير هذا القانون واللي طرح قوانين جديدة الرئيس بري رايح بقضية الانتخابات الوطنية اللبنانية كلها فرد لا يحق أنا شخصيا يمكن ما معي حق يمكن ما معي حق بس أنا بؤمن أكتر بالديمقراطية البوطقات الصغيرة في كاتب روسي كان متشوق جدا للديمقراطية سولياني تسين سولياني تسين بيقول الديمقراطية لا تمارس إلا في الدوائر الضيقة تال ناخب يعرف يحاسب 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 يعني عنده علم مضبوط بمين يعم بنتخب هلأ هايدي بدها في صعوبة إنها تصير هلأ حاليا وخصوصا بالمجلس الحالي وخصوصا أنه يتكل على مجلس الحالي تغيير ما بعتقد ما شايف تغيير ممكن ما شايف تغيير بكل المجلس أو عند بعض الفئات ممكن أن يحصل هذا التغيير وعند البعض الآخر رح ترجع تكون يعني يمكن ذات التشكيلة أو ذات الأسماء أو ما رح يحصل تغيير أنا ما بعتقد الانتخابات لح تغيير كتير بالمجلس يعني بسمع كتير الكتائب بيطالبوا بانتخابات مبكرة القوات بيقولك الانتخابات الجديدة ما انطباعي أنه لح تغيير كتير بالأشخاص وعلى ماذا الرهان اليوم لأنه نحن عم نشوفهم عم بيطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة وفي يعني عندهم يعني هن كأنهم عارفين أنه رح يصير فيه تغيير لصلاحهم بيصير لصلاحهم بعدد ضئيل جدا أنه اللي عنده 15 نيب هلأ بيجي تلايبين 3 بزيادة أو 4 بزيادة ملاح يجيه 20 نيب زيادة أكيد وفي شي معروف أنه مثلا جنوب والبقاع بده يعطي الوضع تقريبا شبيه بالوضع الحالي ورغم العقوبات يلي بيهدد فيها جائف لدريال لأنه جاينا بتهديد بعيد ما أنه جاينا بشي وعد وعطينا وعيد بس بس أنه لغايته ما بتحرز أنا برأيي من كلام سماحة السيد حسن نصر الله أنه ما جاي بصيرة بكلامه الأخير ما جاي بصيرة زيارته تجاهل وجود زيارته ما بعرف إذا غبطة البترك اليوم بده يجيب طب أيضا جايف لدريال تجاهل يعني وجود حزب الله ما فينا نقول ذات الشي يعني فعل السيد حسن نصر الله أنا ما عمله حسن نصر الله أنه عمل هاك وحسن نصر الله له حق يتجاهل لأنه زيارة لا معنى لها أو معناها ضئيل جدا صغير جدا لم تأخر ولم تقدم ولكن خليني أسألك أنه حتى يعني حكي عن كل هذه العقوبات ولكن ما شفنا أي ما سمى أو ما صنف أو لم يكشف عن أي إجراءات وحتى ومن ستشمل هذه الإجراءات يعني بعتقد الإجراءات الفرنسية بتخضع لإراء أوروبية وصعب من أوروبا أن تجتمع على إجراءات سهلة بعتقد هذا الوعيد بغير محله ولا يجدي لأنه ماني شايف شي بيقعد فيه البلاغ الأخيري اللي عمله أنه نحن ساعدنا لبنان بالمدارس وسعملنا كذا وساعدنا لبنان بعد انفجار المرفأ وساعدنا كلها مساعدات شحادي يعني لا يواخذونا ندفي ما وصلنا وصلنا لوقت يمكن نشحد بس اللبناني ما لح يشحد اللبناني لح يلاقي حلول كيف بدوا يلاقي حلول نحن اليوم أمام مفترق طرق نحن اليوم عم نعيش بداية أو نحن بقلب هذا الانهيار ليجع على الجميع إذا بدنا نقول نحن اليوم أمام موعد رفع الدعم عن السلع الغذائية نحن أمام ارتفاع الأسعار ارتفاع كل السلع والمواد اليوم يعني بيطرح على حاله اللبناني كيف سيبدأ هذا الحل البعض بيقول أنه مع تشكيل حكومة جديدة ولكن هل مع تشكيل حكومة جديدة رح يكون هو الحل وكيف سنبني هذا الحل حضرتك حيكي عن الجمهورية الجديدة شو بتعني فيها لهذه الجمهورية الجديدة أولا أولا الحل الحل بيبلش أنه أصحاب الحق ياخدوا حقهم البنوك ناهبة أصحاب الحقوق قررت البنوك ما بعرف ليش وبأي محكمة ليش المحاكم ما بتحكمون ما بعرف أنه ما بيدفعوا الوداية الوديعة هي أمانة الوديعة بالبنك هي أمانة والبنك مسؤول عنها بكامل موجوداته وبموجودات القيمين عليه كمان إذا أعطى ديون هالكي لمصرف لبنان يعني ومصرف لبنان أعطاها للدولة اللبنانية والدولة اللبنانية أهدرت في صرفها ما شغلة الموضع يدفع تمنها صح صح بده يدفع تمنها يعني اليوم أنا كنت رئيس مجلس إدارة بنك وفي يوم من الأيام اعتبرت أنه الضغوط اللي جاي علي بتجبرني أني أتخلص من البنك فطلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سليمي حاكم رياض سليمي أنه بدي خلص درسوا الوضعات عندي ديون هالكي بستة وثلاثين مليون دولار دفعتهم من جابتي يعني ما فيني من جابة البنك يعني لا لا من جابتي كتقييم على البنك بكوني رئيس مجلس إدارة اها تمام هلأ البنك بيقدر يدفع والبنوكي إذا اطلعت بأرباحها بها العشر سنوات بيدفع كل الوضايع بكل سهولة طيب لكن نحنا نحنا بنتمنى يصير في إعادة تكوين للقطاع المصرفي بكامله لكن هالإعادة تكوين ما بتسمح له للبنك أنه ما يدفع صحيح ليش ما عم يدفع تابع هوني السؤال اليوم الأبرز القضاءات ليش شكتين ايه هيدا السؤال الأبرز اليوم ألم يحن بعد الوقت لإرجاع ودائع يعني إلى أصحابها هذه الودائع ليه اليوم المصارف ما عم تتحرك ليه اليوم ما عم ترجع أموال المودعين حضرتك عم تقول أنه لديها القدرة على إرجاع هذه الأموال لح لديها القدرة المادية لو أجبرت لو أجبرت لو أجبرت اليوم القضاء ادعى يعني بوقت سابق مدعي العام المالي على عشرين مصرف وشفنا أيضا القاضية أماني كمان من منذ فترة قليلة كمان ادعت و حجزت حجزت موقف احترازي جيد جدا صح إنما ما حجزت على فروعهم برا لأنه كل بنك عنده مساهمات في بنوك في الخارج لهائمتها برأيك كان يجب أن تستكمل يعني هذا القرار وهذا الإجراء برأي برأي مش هيك برأي يرجعوا القضاءات كل واحد يحكم على البنك نهار اللي بيحكم القاضي أنه يدفع البنك بده ينجبر البنك يدفع وإذا تعسر أحد البنوك فما عليهم إلا يرجعوا يدمجوا بين بعضهم بنوك نحن مش بحاجة لبنان لكن البنك هو شغلته أن يكون فعال اقتصاديا صحيح طيب منا بحاجة إلى 55-55 بنك نحن بحاجة أنه يكون عندنا 7-8 بنوك 10 بنوك يدمجون يعملوا بنوك مهمة وبنوك تقدر تكون فعالة اقتصاديا الوضع الحالي وقت اللبناني اللي قدير على المبادرات واللبناني قادر يعملوا شاطر لبناني تحزيلوا مصرياته كيف بده يشتغل طيب وهذا يؤدي إلى انكماش اقتصادي يعني بالنتيجة عدم دفع هذه الأموال لمستحقيها حتى يقدروا يستثمروا إذا بدهم يستثمروا ولكن بقضية دمج هذه المصارفية وارد بالخطة الاقتصادية لقدمتها حكومة الرئيس حسان دياب في بداية يعني عند استلامه لهذه الحكومة وحكي عن دمج هذه المصارف واعادة يعني تفعيل دورة مجددا ولكن يعني كل شي بحاجة لحكومة اليوم لإعادة هذا الدور هلا ممنعي هذا مع الرئيس مش بحاجة لحكومة مش بحاجة مش بحاجة لقرار من القضاء إنه مين مانع القضاء إنه يحكموا 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 على البنك إنه يدفع طيب ليش القضاء ما بيحكموا اليوم خلينا نفهم من حضر ليش اليوم القضاء ومعما يقوموا بيدورهم ما بعرف مين ولكن البعض يعني عم بيقول نحن ادعينا والشغل صار بمكان آخر يعني عملون ايموا فيه يعني مثل المدعي العام المالي ادعى على عشرين مصرفا صح ولا لا يوم كيف ستستكمل هذه الإجراءات من أين ستكمل المدعي العام المالي ما بيقدر لوحده بده جسم تدقيق وجسم قضاء عدد من القضاء عشرين ثلاثين قاضي من النزهين يحكموا بقضية البنوك وضروري إنه يجبروا البنوك إنها تدفع وأنا بيعتقد أغلبية البنوك عندها قدرة إنها تدفع يعني في بنك بيع فرعه بمصر بما يقارب المليار دولار عم بيرجع يدفع بس ما عم يدفع كل شي لأنه جمعية المصارف متفقين إنه إنه ما يدفعوا إنه ما يدفعوا طيب من سمح له إنما يدفعوا شو عندهم صفة شرعية إنه ما يدفعوا وما هو القانون لكن المصرف بده يدفع من موجوداته الوضايع اللي عنده بده يدفع من أملاكه أملاكه مجبور يدفع للمودع مجبور يدفع من أملاك القيمين على المصرف ومجبور يدفع من أملاكه الوضاعة بالخارج واللي حولها طيب كل هذا الشعب عم بيموت صح فئة صغيرة من الشعب أربعة خمسة بالمية من الشعب قادرين وعندهم إمكانيات يلاقوا فريش دولار بسم الله بسمع على الفريش دولار عندهم إمكانيات بس الشعب عم بيموت صح ما بعرف ما بعرف تعرفي شغلي بشهر رمضان الحالي ما بعرف كيف عم بيقدروا يشتروا أفطار الشعب الفقير صح اللي فيه كارثة كبيرة اليوم عبيواجهها المواطن اللبناني وهي غلاء الأسعار واللي بلشت يعني تكون واضحة وهيضي عملية رفع الدعم اللي عم بتصير بالتدريج بالتدرج وبطريقة خفية ولكن عم يعني كلنا صارنا عارفينا وملاحظينا ولكن كمان السؤال مطروح إنه ليش الشعب ساكت أيضا ما فيه فئة من الشعب رفضة ترشيد الدعم أولا والتاني شي الدعم طبيعيا بده يرتفع لأنه ما بقى في عندهم مصاري بمصر في لبنان هدروها وين هدروها ما بعرف يعني هوني بيدخل التدقيق الجنائي التدقيق الجنائي والتدقيق ضروري جدا لكن أول تدقيق يبدأ خلينا نتأكد أنه الدهبيات اللبنانية موجودة لأنه لبنان عنده دهبيات حرزانة وين بدون يكونوا ليش ما بدون يكونوا موجودين لأنه 60% مفترض يكونوا موجودين في سناديق مصر في لبنان وأربعين بالمئة موجودين في أمريكا هذي فيه كتاب فيه لكن يتأكدوا من هالموجودات أنها موجودة يتأكدوا تاني شي من الاحتياطة الإلزامة وأنا بسمع بعدة تلفزيونات ناس خبراء نحنا ما من ريد يدقوا بالاحتياطة الإلزامة كيف تكونوا تدفعوا للشعب؟ طيب اليوم هيدا هي الكلمة الأساس إذا بيقل له لحاكم مصرف لبنان أن يعني يمس بالاحتياطة الإلزامة أو لا يحق له وشفنا تصريح الرئيس حسان دياب الأخير عنده مقال بأنه بسنة الألفين كان ما بقى فيه احتياطة إلزامة أو كان رقم كتير ضئيل بسنة الألفين؟ بسنة الألفين عنده مقائعينة بس كان عم يتحدث بهذه المقابلة ذكر أنه بسنة الألفين أو الألفين واثنين ما كان فيه بقى ما بقى احتياطة إلزامة ولكن يعني عندما تأتي المساعدات مجدداً وعندما يكون فيه تسوية سياسية معينة بترجع بتنضخ المليارات مجدداً في البلد وهذا اللي حصل صح ولا لا؟ سيد أمل خلينا نرد الإشياء إذا دخلنا بالتفاصيل اللي حنضيع أول شيء أول شيء فيه إصلاحات مطلوبة أنا بعرف أنه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مستعدين يعطوا مصاري إذا عملت هالإصلاحات بزمان أقروا الشركة العقارية سوليدير بقانون واحد وببند واحد أقروا المجلس يقروا الإصلاحات اللازمة يقروا التدقيق الجنائي يقروا المجلس إعطاء الكهرباء بـ BOT لمن يتبرع وبدوا يعملها BOT يعطوا دراسة أنون انتخابات للجنة معينة يعطوا يعني كل الإصلاحات المطلوبة يعملوها ساعتها بسريعاً بيقدروا يأخذوا مصاري من بنك طيب ولكن من يضمن أنه هذه الإصلاحات رح تطبق اليوم لأنه نحن بنسمع بكثير يعني عن الإصلاحات ويجب اليوم الالتزام بها والبدأ بها وغيره ولكن حتى هذه اللحظة ما في أي مشاريع إصلاحي كان في رئيس جمهورية ليسر كيس الله يرحمه كان يردد علي تول وقت لا يمكن للدولة أن تكون دولة في الوطن إلا إذا كانت هي الأقوى في الوطن وفي جميع المجالات العسكرية النقدية المالية هل هي الأقوى اليوم في الوطن هذه الدولة؟ هل هي موجودة؟ هذا سؤالنا أقوى بديفوت على فاصل أعلاني أصير بنجع منكمل بحديثنا فاصل ومن ثم نتابع عودة لكم مشاهدين الكرام لمتابعة السياسة اليوم مع ضيفي المهندس هاري سفيرم نرحب فيك مجددا طبعا يعني عم نحكي عن الأيام الصعبة لناطرة لبنان اليوم من هو المعني بإيجاد حل لهذا الانهيار اليوم إذا بدنا نقول حاكم مصرف لبنان رياض سليمي لا يرى نفسه معنيا بإيجاد حل الانهيار وهو من كان إذا بدنا نقول مسؤول عن هذه السياسات النقدية وكان مسؤولا عنها على مدى ثلاثين عاما اليوم من المسؤول عن حل ما وصل إليه لبنان من الانهيار؟ قلت له لساعات الحاكم رياض سليمي مرة قلت له عم بتدير تحاول تدير الاقتصاد بالسياسة النقدية وهذه اطروحها طرحها النقديون يلي ميلتون فريدمان كان القائد تبعهم بس إنما النقديون عاي بيقولوا إنه إذا بدك دير الاقتصاد بسياسة النقدية بدك إحصاءات يومية دقيقة جدا هلا هو ديرها بغياب سياسة اقتصادية واضحة صح سمح لحاله بالهندسات المالية والهندسات النقدية يلي يمكن تشكل مشكلة كبيرة هلا أنا محله إذا نيته سليمي وبعتقد نيته سليمي بيطلب التدقيق الجنائي إنه يجري ما بيجري ضده لأنه قد قد يبرئ ذمته هل تدقيق الجنائي هلا تدقيق الجنائي بمصرف لبنان بيلحق تدقيق جنائي بكل المصارف بكل المصارف وبكل الإدارات هلا إذا ما بده يصير شي ما حدا لحي يعمل شي يعني الشعب هل يثور الشعب ما بعرف طب ولكن اليوم بهيض الإطار تحديدا اليوم هو مشتبه به بجرم اختلاص وطبيض أموال في دول مداري علينا وأمام الادعاء الفرنسي والجرنكا 37 اليوم وهو يعني في مركزه ومدافعا عن أعضاء حزب المصارف أيضا إذا بدنا نقول يعني الحل سيأتي من عنده وهو مشتبه فيه يعني لو كان في حلول كان يفترض أن تقدم من زمانه من بياخد قرار سياسي بالبلد؟ مين أكتر من الحاكم؟ يعني قادرين أنا باعتقد أنه بيقدروا يعطوا تعليمات حتى بوزارة تصريف الأعمال يعني أنه بتقدر تعمل إشياء ليش ما بتعملها؟ طب كمينا اليوم الدستور يعني اليوم الرئيس حسان دياب يرفض التقام مجلس الوزراء تحت أي يعني متن ما بقول مشروع؟ تحت إرادي سنية بأنه يمشي الطائف وتتألف وزارة بدون رأي رئيس الجمهورية وهذه شغلة عم بيجتمعوا رأس مجالس الوزراء كلهم ويأخذوا هالقرار أنه رئيس جمهورية ما يتدخل من الصعب أن يقبل رئيس الجمهورية أن يكون كاتبا ويوقع يعني على هذه التشكيلة بين الصعب يقبلها كمان اختلاف الأشخاص واختلاف ما فيه بيناتهم ما بقى فيه ثقة ما فيه كيميا بزابطة بينه وبين الرئيس سعد الحريري هلأ هل أصبحنا اليوم في مرحلة ما بعد اعتدار الرئيس سعد الحريري؟ هل يعتذر الرئيس حريري؟ هل سيعتذر اليوم برأيك؟ ما بعتقد من يشايفه لحي يعتذر لأنه موقعه قوي وبالنجراف الطائفي موقعه قوي هيك وهو بيقول لك أنا ما له حق رئيس جمهورية يطلب كل هاللي عم بيطلبه ورئيس جمهورية بيقول لك أنا مش كاتب عنده بغايته صحيح مني شايفه لحي يعتذر طب اليوم رسا نبقى يعني مع حكومة تصريف الأعمال لانتهاء يعني حتى انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون هذا هو المشهد ونحن بنعرف أنه اليوم نحن بأمسل حاجة لحكومة تضبط إذا بدنا نقول ولو هيك تفرمل تفرمل نوعا ما هذا الانهيار إذا أجد حكومة جديدة هل ما فيها تاخد قرارات لح تضبط لا تاخد قرارات بس مين بيطبقها مني شايف بالوضع الحالي والوضع السياسي والانقسام السياسي مني شايف إصلاح هيكي غي بدون إصلاح جزري قد يكون أنا من على منبر الانبيان بقول قد يكون الإصلاح يجب أن يأتي من قرار في مجلس النواب يلي ممكن يطلع فيهم صرخة أنه لا بدنا ناخد هالقرارات هذه واحدة اثنين ثلاثة أنه سبعة من قرارات في قانون واحد بيقدروا ياخدوها وبتجبر لبنان على الإصلاح هلأ لحيتم الإصلاح قوام تاخد وقت اليوم الكل متفق أنه في قرارات إصلاحية يجب أن تبدأ وهذا المسار يجب أن يسلك طريقه ولكن نحن بحاجة لحكومة لتطبق هذه الإصلاحات اليوم هيدا الاستعصاء بتشكيل الحكومة ماني شايف تشكيل الحكومة ماني ماني يعني أنا شخصيا ماني مستبشر خير بتشكيل الحكومة شايفها صعبك جدا إلا إذا بيعتذر الرئيس سعد الحريري كمان ما بيعتقد لح يعتذر يعني طب اليوم ماني مين بيقدر يكون الفيصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على من يقع هذا اللوم اليوم البعض يعطي رئيس الحكومة المكلف الحق والبعض الآخر يعطيه لرئيس الجمهورية لبنان مرأة مدي طويلة معتاد على عراب عراب يمكن يمكن عم تحكمه غصة سعد الحريري أنه عاوز ترجع سوريا تدخل أو ترجع عنجر تحل الأمور ما بار لأنه يمكن العراب اللي هو ناطره اليوم ما عم يتدخل ويبدو أنه غير راض حتى عن الرئيس سعد الحريري في عرابين كتير زار قطر زار الكويت زار ما زار سعودية زار فرنسا زار موسكو ما شايف منها يعني هذه الصولات والجولات التي قام بها الرئيس سعد الحريري ماذا أنتجت؟ اليوم هو عم يتحدث أنه من بعد استلامه رئاسة الحكومة يعني هو عم يمهد الطريق لكل إذا بدنا نقول أي مشاريع إصلاحية أو أي موارد ممكن أنه تأتي طيب اليوم ماذا أنتجت كل هذه الجولات؟ ما عندي معلومات شو أنتجت لكن تبين أنه ما أنتجت شي حتى دعم يعني اليوم ما شفنا أنه أنتجت الدعم الكافي لإيصاله لتشكيل وزارة بعتقد ما بيقدروا يخلوه يألف وزارة بتجاهل مصالح الخاصة يلي بيحكوا فيها إن كان من قبل الرئيسة الجمهورية أو من قبل رئيس الوزارة المكلف ما أني شايف الأمور اللي حتمشي ما شايف وزارة صراحة ما شايف وزارة لا ثقة بين الرجلين اليوم ونحن سباقون يعني إذا بدنا نقول بهذا الوضع حتى نهاية عهد الرئيس ميشيل عون هذا هي اليوم نهاية عهده بعد سنة ونص شو بده يحا أنت شهر هلا بدك تهدي كيف بدك تهدي شهر هل الشعب بيقبر يتحمل هشي ما أني شايف لحي يقدر يتحمله بس ما شايف إصلاح سياسي لو بيصير فيه إصلاح سياسي أنا برأيي بمجلس النواب بيقدروا يعنوا إصلاح سياسي كبير اليوم وبغياب يعني أحكومة أو وجود حكومة مستقيلة على كل حال بيقدر مجلس النواب يسحب الثقة من تكليف سعد الحريري بس ما بعتقد وردي كمانا سعوه لكن هل القوى السياسية اليوم ستسحب هذه الثقة أو هذا التكليف اليوم ما بعتقد اليوم الكل كان عم بيطالب بالرئيس سعد الحريري ما عدا فريقين يعني عبروا عن رأيهم هن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرومة ما سموا الرئيس سعد الحريري صح؟ مش هم بيقولك شاغلي نحنا بلبنان كلنا بيقولوا طواقف لا كلنا وثنيين نعبدوا الأصنام نعبدوا الأصنام لأنه الوثمة هو الوثني الذي يعبد المخلوق بدل من عبادة الخالق هذا هو الوثني فيلي مثل أبو بكر قال وقت لمات الرسول محمد أنه من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي يريد طيب ليش ما بيصير انتفاضة فعلية ثورة من الشعب وبدون ثورة من الشعب ما شايف إصلاح ممكن إلا إذا مجلس النواب فجأة بدون هالنواب ياخدوا ضميرهم ويمسكوا ضميرهم ويحكوا أنه بدنا نقرر هالإصلاحات واحدة اثنين تلاتة سبعة اثنين إصلاحات بياخدهم بقرار واحد وببند واحد ساعتها أنا بيقولك بتجي مصريات على لبنان وأنا أكيد أنه صندوق النق الدولي مستعد يدفع خمستاش وعشرين مليار دولار خمستاش وعشرين مليار دولار نعم مستعد صندوق النقد معلوماتي هيك بس إذا شايف أنه في إصلاحات إصلاحات حقيقية تسمح له يستردها المصريات بعد مد يعني يعني من هذه الإصلاحات إذا بدنا شوي نفصلها يعني على أي شكل يمكن أن تكون هذه الإصلاحات اليوم هل هي يعني الكهرباء أول شيء أول شيء بتعطي الكهرباء بيأتي وبتعطي بتعطي الكهرباء بيأتي بتعطي لمركزية موسعة لمركزية موسعة لكل مطرح هني بيقرروا بالنفيات تبعهم هني بيقرروا يعني بتطلعي كهرباء لمركزية إدارية ومالية أم فقط لمركزية إدارية موسعة كيف إدارية وكيف مالية هذه بتنبحث يعني الوقت اللي بدأت تنبحث بتنبحث والنواب قدرين يبحثوها بوضع بيقدر يعمل تصليح قانون الانتخابات تغيير قانون الانتخابات نجعل أكتر وجود ديمقراطية بالبلد بيقدر لنا يعمل لمركزية موسعة يقدر يقرر التدقيق الجنائي لأنه اليوم صندوق النقل الدولي أخذ أرقام من مصرف لبنان لا تتطابق مع أرقام وزارة المالية صحيح وأرقام جمعية المصارف مختلفة عن أرقام وزارة يعني إنسان عنده ثلاث أربع أرقام مختلفين بدوا يعرف بأي جورة أين الحقيقة اليوم وما هي الأرقام الصحيحة اليوم هيدا اللي بدوا يعرفوا صندوق النقد وهون الخليف اللي وقع ووقفت المفاوضات مع حكومة الرئيس حسان الدياب حول هذا الموضوع لكن بيقولك شغلي اتطلع مصر يلي فوق عشر مرة كذا مرة لبنان أكبر وأهم صندوق النقل الدولي رجع مشيلا اقتصادة بخمسة عشرين مليار دولار ونحنا منا بحاجة لهالأد اليوم تقليل اليوم الدين الأوروبوند يلي بطلوا يدفعون البنوك هي خمسة وثلاثين مليار دولار الديون الداخلية قد تكون حوالها أقل من عشرة مليار دولار طيب وين دين لبنان شو المهم لبنان عنده أراضي لبنان عنده شواطئ شواطئ يمكن مأخوذي كيديا قالولي في شاطئ مهم تتعشي فيه بدك تدفعي خمسمائة دولار مأجرينه بألف دولار بالسنة يعني فيه شروط كيدية صح بده يرجع لبنان يطلب إعادة شوفا هلأ بعتقد كمان شغلة مهمة أنه ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل جيشنا على حق قانونا وعلى حق جغرافيا طيب لكن دول دول إسرائيل أقوى منا بالعلاقات الدولية يمكن الدول عم بتشد أنه نحنا نقبل بنوع من مساومة أنا برأيي ليش ما بيسمحه التنقيب باليابسة كيف يعني؟ التنقيب بالأرض لأنه فيك في عنا موارد نفطية وغازية بأكد لك لأنه كيف بده يكون قدام الشطط في موارد شو بتوقف على الشط هي 3000-4000 متر تحت الأرض بتفوت تحت الأرض كمان ليش ما مننقب بالأرض ولكن اليوم غير مطروح هيدا على الموضوع لا لا مش مطروح بس ممنوع ممنوع ما بعرف ليش مانعين التنقيب باليابسة أنا بسأل نفسي ليش هالدولة أو هالإدارات مانع التنقيب باليابسة مع أنه يمكن يمكن بشهرين نقدر نطلع بيترول يعني فيه إصلاحات أكيدة ما فينا نضم ندفع لكهرباء لبنان هالخسارات أربعة مليار كل سنة وندفع كل هاودي بدأت تتوقف يعني طيب هلأ ولبنان يعني قادر اليوم على النهوض مجددا برأيك رغم كل الأزمات اللي عم تعصف فيه ماليا ماليا لبنان قادر بمساعدة صندوق النقد الدولي لا لا حتى بدون مساعدة صندوق النقد الدولي بأي مساعدة صغيرة لبنان بيقدر يحرك اقتصاده خلي البنوك ترد مصاري للناس البنوك تعرفي قديش ودايع مصاري مضايع الناس مية وعشرة مليار دولار طيب خلي البنوك ترد سمنون خلي تجيب من مصرياتهم بالخارج خلي يجبروها خلي القضاة يجبروها تجيب مصرياتهم من الخارج صح هوضي بنوك منعرف انه حسب الجراية قديش ربحوا كل سنة من عشر سنوات ربحوا ارقام تفوض بكثير الودائع حاليا طيب اليوم ما حدا يقدر يحكي مع هذه البنوك حتى مع قرارات التعصفية اللي عم تيخذها اليوم ما حدا قادر انه قرارات التعصفية مين سمح له مين سمح له قاله يا عنتر مين عنترك قاله عنترت وما حدا ردني طيب اليوم هيدا عشو بيوصلنا حتى نكون هيك عم نخطب نحن حديثنا استاذ هاري اليوم هيدا على ماذا يدل على غياب الدولة على عدم موجود الدولة على محلال هذه الدولة مين مانع القضاة يحكم على المصارف انه اذا انسان عادي مواطن عادي ادعى بده وديعته مين مانع القضاة يحكم القانون بيقول بيجبرون انه اللي عنده حساب جاري غير غير موقت يعني اي غير مجمد اذا البنك عاول دفع ما طلب ما طلب بيحكم افلاسه واذا حكم افلاسه البنك بيخاف بيجيب مصريات من برا بيجيب مصريات من القيمين عليه بينجبروا يندمجوا بعض البنوك ببعضهم فروعتهم بالخارج حقه مصاري كتير طب اليوم يعني بيحق لكل مواطن اليوم اذا ما عم يقدر ياخد امواله من المصارف فيه الدعي عليهم ويحصل على هذه الاموال بطريقة جدا جدا سهلة ولكن بيبقى السؤال انه ليش ما عم يدعوا الكل فأزان على المصارف حتى يحصلوا على امواله لانو القضاة ما بيتقبلوا الدعوة القضاة هن اللي مانعين هيدا الشي يعني نعم مش هن في حدا قايله رفضوا هالشي طب اليوم يعني صارت معروفة انه في جزء من هذا القضاء هو مسيس صح ولا لا كتير من القضاء مسيس في منه جزء بعض نضيف اكيد كمان هيدا بدنا نعرف بدنا نعول عليه اليوم وبدنا نطلب منه بعدين سؤال ثاني مين المانع سعادة الحاكم رياض سلامي يجمع البنوك يلي ممكن يتعثر بدفع الوداية يندمج مع غير بنك بيقدر يساعدهم يدمج ويشوفوا مين البنك اللي بيحمل البنك ثلاثة بعض الاوقات يمكن يسمحوا اكتتاب بالوداية يكتتبوا بأسهم بالبنك بس لكن يعني في حلول ولكن يعني مثل الحلول لا يستطيع فقط حاكم مصر في لبنان ان يأخذها يعني وهذه القرارات بيقدر هو بقضية المصارف ان يلزمها بالاندماج كتير بيقدر مش ضمن خطة اقتصادية شاملة وحل شامل هو بيجوز يعمل حتى عمل اهم من هيك هندسات مالية اهم من هيك صح بقرار من ولكن كان في الى غطاء سياسي هذه الهندسات المالية غطاءه هو لا غطاءه هو غطاء المجلس المركزي طبعا بس منعرف انه غطاءه هو هو كان يتمتع وبعضه يتمتع بنوع من الغطاء السياسي يعني شو معناه ديفيد هيل راح تغدى معه يعني الى معنى سياسي هذه صحيح اكيد ديفيد هيل ما بيرح يتغدى بدون ما يكون معه تعليمات انه يتغدى او يعمل هلا طيب بالنهاية اذا ما عملنا شي بدنا نموت طيب لا منعمل شي المطلوب يعني انقاذ الوضع المالي بالنتيجة يعني بالنهاية بده يبين شعب لبنان عن ارادة الحياة ارادة الحياة هي يا بالضغط على السياسيين يأخذوا قرار انقاذ وقرار اصلاح يما بده يعمل ثورة وزالة لا بيقدر يعملها ولا بيقدر يعملها الشعب بده يموت صحيح يعني كحكيت لانه سابقا عن الثورة ولكن اليوم نزلت العالم الى الشارع لا هادي مش ثورة ولم تتحقق النتائج المرجوة من هذه الثورة شو مش ثورة اليوم مزلو ليش بتعتبر احنا سلمية سلمية الثورة ما بتكون كيف يجب ان تكون الثورة يعني ما لي حق حرد الناس على ذلك يمكن يمكن يسحبوا الوزراء يفوتوهم على الابو كل واحد شو سارق يعني معلومات كل واحد شو سارق بلبنان لأنه اذا ما تحاكم مذنب في لبنان شو بده يصلح الاوضاع ما شايف ممكن الاوضاع تتصلح هادي ناحية ناحية تانية لا تتأملي بوزارة ما شايف بده يصير في وزارة مهم وبعدين شو الحل هادي هي حل ننتظر الموت او ننتظر نهاية العهد او ننتظر مبال شو عم بيقترح الرئيس بري انت لازم تعرفي اكتر مني شو بيقترح الرئيس بري عم بيحاول دايما انه يحس المعنيين بتشكيل هذه الحكومة اليوم قبل بكرة هيدا الموقف وقام بمبادرات كثيرة ولكن كمانا اليوم المعنيين عليهم انهم هن يتحركوا المعنيين مباشرة رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية صح ولا لا مزبوط بس بيغياب اتفاقهم مين بدو يحلها الرئيس بري الرئيس بري بدو يحرك المجلس يحلها نعم ليش لا ليش لا المجلس سيد نفسه كيف بيقدر يطلب والرئيس بري شاطر بقيادة المجلس يعني بيقدر يوصل انه لا منسحب التكليف بيقدروا يسحبوا التكليف من الرئيس سعد الحريري وقال الرئيس سعد الحريري ما بعتقد لح يعتذر ليش بدو يعتذر لا حكي يا انه ممكن بعد زيارة وزير خارجية فرنسا اني ممكن اني اعتذر كونه يعني شايف انه ما في اي دعم لاله وخصوصا انه استدعاء اذا بدنا نقول الوزير الفرنسي الى قصر الصنوبر ولم يقم بزيارته دعم استدعاء كان هو يشتغل محيط بقيس سعد الحريري يشتغل انه يستقبلوا الوزير الفرنسي هلأ استدعاء استدعاء ما بدنا نحكي ما بدنا نمس بالاشخاص يعني لكن بصراحة اذا ما تبين له انه ما لح يقدري يألف وزارة بده يخلي التكليف معه كورقة قوية عم بيستعملها صحيح اليوم هذه الورقة يعني يملكها الرئيس سعد الحريري ولن يتخلى عنها برأيك هذا برأيك لن يتخلى عنها ونحنا رح نضل بحال المراوحة اللي عايشينا بلبنان ولكن المشكلة انه الشعب ما بقى يقدر خلينا نقول نحرد الرئيس بري يحرك المجلس يه ان شاء الله نشوف يعني كيف رح تكون المبادرات في الايام القليلة المقبلة لعله عسى انه يكون فيه هيك بصيص امل رغم كل المشهد السوداوي اللي عم بيعيشه المواطن اللبناني وخصوصا مع غلاء الاسعار نحنا بالقسم الثاني من هذه الحلقة رح نحكي عن موضوع الدعم وعن موضوع الغلاء الفاحش اللي عم بيعيشه المواطن اللبناني بيوميات وانا بدأت شكر حضورك معنا استاذ هانري سفير السياسي المستقل شكرا للك على هذه المشاركة وايضا مشاهدين الكرام ابقوا معنا في القسم الثاني من هذه الحلقة تفاصل ونتابة اشتركوا في القسم الثاني 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 شكرا